السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد اليوم عندنا فيديو ضخم وعندنا فيديو ساندويتش اللحم مع كريمة الجبن والصراحة النتيجة كانت رائعة وكان أحسن من ساندويتشات اللي تشروها من المحلات وبعد ما تدوقتو أصبحت مجنون نعم نعم سيداتي سادتي مجنون رسمي فسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن قبل ما نبدو فيديو اليوم بتنحبكم تشاركوا الفيديو مع خمسة عشرة خمسة عشرة عشرة الناس وتشاركوا في القناة لو كنتم أول مرة في القناة وتضغطوا على زر لايك وانا نمشي نصاب لكم الوصفة يلا فبسم الله على بركة الله أول شيء سنحتاج إلى لحم أي قطعة من اللحم ولو كنتم متعرفوش تختاروا اللحم يكفي أنكم تسألوا الجزار وتطلبوا منه لحم يكون رتب ويكون يطبخ بسرعة يكوني طيب بسرعة ثم نحضر التتبيلة بالنسبة للتتبيلة سنحتاج إلى توم تقريبا ثلاثة فصص من التوم لكل كيلو جرام واحد من اللحم نقطعوهم إلى شرائح صغيرة وسنحتاج إلى بصلة بصلة واحدة نقطعوها أيضا إلى شرائح تقريبا بنفس الحجم أو ممكن تقطعوها إلى مربعات فكيف ما تحبوه ثم سنحتاج إلى أعشاب بالنسبة للأعشاب هنا عندنا الأوريغانو أو الزعتر الناشف وممكن تستعملوه لوحده لو مكنت عندكم الأعشاب الأخرى وسأستخدم أيضا إكليل جبل طازج وزعتر طازج أيضا وسأستعمل عشبة المريمية المعروفة باسم الساج الأسماء تركتها لكم بالفرنسية والإنجليزية أيضا نقطعوها إلى كتع صغيرة وكيف ما سبقوا قلت لو ما كانت عندكم هذه الأعشاب طازجة فممكن فقط تستعملو الزعتر الناشف أو ممكن تستعملو أي أعشاب منسمة موجودة عندكم تكون تتماشى مع اللحم فنضيفو القليل من الملح دائما على حسب الطوق قليل من الفلفل الأسود أو الإبزار الأسود القليل من بودرة التوم وممكن تستعملو أيضا بصل أخضر لو كان متوفر عندكم فالبصل أخضر يخلي اللحم رطب ويعطيه أيضا مداق رائع ثم آخر شي نضيفو زيت الزيتون نخلطو كل مكونات جيدا ثم نضيفو عليهم قطعة اللحم قطعة اللحم نغطوها جيدا بالخلطة حتى تشرب كل النكهات وممكن تدلعوها أيضا وتعملو لها مساج علش الله مساج للحم فمن بعد ما نخلطو اللحم مع جميع المكونات ونعملو له مساج نغطوه جيدا وندخلوه للتلاجة يرتاح ما بين ساعة إلى 12 ساعة وكل ما كان الوقت أكتر كل ما يشرب اللحم النكهات وكل ما يسبح رطب أكتر بعد ما نخرجو اللحم من التلاجة نوضعوه في طاول الفرن حاولو أنكم توضعو البصل والأعشاب من تحت ومن فوق اللحم بنفس الطريقة بصراحة الرائحة هنا يا ماما يا ماما يا ماما الرائحة رائعة نغطوه بورق طبخ وورق أليمنيوم ثم ندخلوه للفرن بالنسبة للفرن الكهربائي على 190 درجة والفرن الغازي على درجة حرارة متوسطة من تحت ومتوسطة من فوق تقريبا لمدة ساعة إلى ساعتين على حسب قطعة اللحم تكون كبيرة أو صغيرة ونمرو لتحذير السلسة بالنسبة لسلسة الجبن سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من الزبدة نوضعوها في مقلات أو تنجرة صغيرة ونخلوه النار متوسطة نخلوه الزبدة حتى الضوب ونضيفو عليها ملعقة واحدة من النشا أو المايزينة نخلطوه الكل جيدا ثم نضيفو كوب واحد من الحليب ما يعادي الكاس ونص عن بق ديال الحليب ثم نخلطوه جيدا نضيفو القليل من الملح القليل من الإبزار أو الفلفل الأسود ونواصلو الخلط لحد ما يجمع عندنا الخليط ويصبح كريمي بنفس الشكل الآن سنقوم بإضافة الجبن الجبن ممكن تستخدموا أي نوع أنا هنا استخدم جبن شدار يمكنكم أيضا استخدام الجبن الأحمر لو ما كانش متوفر عندكم جبن شدار نخلطوه مرة أخرى الكمية هنا على حسب ذوقكم توضعوا القليل من الجبن أو الكثير كيف ما تحبوا السلسة أنتم وأدواقكم فنخلطوه جيدا حتى نتحصلوا على هاد السلسة الكريمية والرائعة وصراحة لذيذة جدا ممكن تستعملوها في الكثير من الوصفات من بعد ما نخرجو للحم من الفرن فاللحم عندنا أصبح جاهز والصراحة المساج كان جيد جدا لأن اللحم أصبح رد فنقطعوا اللحم إلى شرائح وهنا بعد ما تقطعوا اللحم إلى شرائح ممكن أنكم تغلفوها وتحتافظوا بها في المجمد لغاية شهر كامل أو تحتافظوا بها في التلاجة لمدة خمس أيام ووقت ما حبيتوا تعملوا ساندويتش فقط طلعوا قطع اللحم تسخنوها والساندويتش جاهز بسرعة فمن الأحسن أن الشرائح تكون رقيقة جدا تقريبا بنفس الحجم بالنسبة للخبز ممكن تستخدموا أي نوع من الخبز الموجود عندكم دائما على حسب أدواقكم وحتى تتحصلوا على خبز رتب ومقرمش مثل الموجود في المحلات والمطاعم فالطريقة هي أنكم تاخدوا زبدة زبدة نوعية جيدة أو زبدة اللي تستعملوها للفطور وتدهنوا الخبز جيدا بالزبدة ثم تاخدوا مقلات ساخنة وتوضعوا الخبز عليها وتخلوها لحد ما تتحمر وتصبح بنفس الشكل هكذا تتحصلوا على طبقة مقرمشة من الداخل والساندويتش يصبح رتب وغنية بالنكة وغنية بمداق الزبدة شرائح اللحم كيف ما قلت ممكن تسخنوها في أي وقت في مقلات وشرائح أصبحت ساخنة وجاهزة أنا هنا أيضا استخدمت شرائح الديك الرومي حتى نتحصل على ساندويتش دوليكس ساندويتش أحسن من الموجود في المحلات ونستمتع بالساندويتش هكذا الخبز عندنا أصبح جاهز مقرمش ورطب ولذيذ نوضعوا عليه سلسلة الجبن ثم نوضعوا شرائح اللحم فهنا مشي بالضروري أنكم تحضروا ساندويتش كبير ممكن تحضروا ساندويتش صغير أو ساندويتش بالطوس كيف ما تحبوا أنا فقط استخدمت ساندويتش كبير لأنني جائع جدا 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 ثم وضعت شرائح الديك الرومي وهنا أيضا ممكن تستخدموا أي نوع من الشرائح ولو ما كانت موجودة عندكم عادي وأضفت الجبن فهنا عندنا ساندويتش اللحم والجبن يعني الكثير من اللحم والكثير كثير من الجبن بعد ما وضعت الجبن غطيت ساندويتش ودخلته للفرن مرة أخرى حتى يسخن مرة أخرى ويدوب الجبن ويصبح رائع جدا جدا وهكذا الساندويتش عندنا أصبح جاهز المداق ما نقول لكمش عليه المداق كان رائع جدا وأنا كنت جائع جدا وصراحة أكلت نصف ساندويتش الوحدي والنصف الثاني أعطيته للصديقة حسن فنتمنى أنكم أيضا تجربوا هذا الساندويتش لأنه يسحك تجربة ونلقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله نتمنى أن الفيديو نال إعجابكم لا تنسوا مشاركة الفيديو لا تنسوا إعطائي زر لايك ولو وصلتم إلى هنا هذا يعني أن الفيديو نال إعجابكم وأنكم ستقومون بتجربتي باي باي